اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سبحانه ومخالفة أمره لقوله جل من قائل من عمل صالحا فلنفسه ومن أساف عليها وما ربك بظلام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله تبارك وتعالى من قائل في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل ومن ضل سواء السبيل صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني واخواتي يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ذكر السادة المفسرون في سبب نزول هذه الآية الكريمة من سورة البقرة أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كانوا إذا خاطبوا الرسول عليه الصلاة وأفضل السلام ربما قالوا يا رسول الله راعنا أي فرِّغ سمعك لكلامنا فرِّغ سمعك لكلامنا استمع إلينا جيدا من قولهم راع إليه ورعاه وراعاه إذا أصاخ إليه وأحسن الإنصاط والاستماع وكانت هذه الكلمة في لغة اليهود في عبريتهم تعني معنا قبيحا فكانوا إذا أرادوا أن يحمقوا إنسانا ينسبوه إلى الحمق قالوا له راعنا يعني يا من به رعونة يا من به رعونة وقيل المعنى راعنا أي اسمع غير سامع اسمع لا أسمعك الله اسمع وأنت أطروش فيها شتيمة فيها شتيمة فلما رأوا الصحابة رضوان الله تعالى عليهم يقولون هذه اللفظة التي تعني هذا المعنى الفاحش في لغتهم فرحوا بها وسروا جدا قالوا كنا نشتم محمدا في سرنا فالآن نعلن به فكانوا ربما أتوه عليه الصلاة وأفضلوا السلام يا محمد راعنا ويضحكون بعد ذلك بين بعضهم بعضا في سرهم وكان سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه أرضاء الصحابي السيد الجليل الأنصاري يعلم لغة اليهود ففطن لهذه الحيلة القبيحة فقال لهم والله لا أسمع أحدا منكم بعد اليوم يقول هذه الكلمة لرسول الله إلا ضربت عنقه فقالوا أولستم تقولونها أنتم تقولون له هكذا راعنا فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين يعني اليهود عذاب أليم فسد عليهم الباب لألا يجدوا سبيلا إلى شتيمة رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام إذن الألفاظ حساسة أيها الإخوة وهي في ميدان تداولها تخضع لأمور كثيرة خارج المعجمية خارج المعجمية وهذا ما يعنى به الآن أو تعنى به علوم التداول اللغوي عموما التداولية ومنها أيضا علوم الدلالات كل هذا أصبح يؤخذ في الاعتبار النبي عليه الصلاة وأفضل السلام وآله فيما رواه الإمام أبو داود في سننه عن عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه وارضاه قضى يوما بين اثنين بين رجلين وبالحالي يقضي لأحدهم على الآخر وهكذا جرى الأمر فلما انصرف الذي قضي عليه الذي قضي عليه ثبت عليه الحق يعني كان مبطلا بمعنى ما قال حسبي الله ونعم الوكيل حسبي الله ونعم الوكيل يشعر بالهضيمة يشعر بأنه ظلم الرجل والنبي هو القاضي النبي هو الحاكم فقال له عليه الصلاة وأفضل السلام وآله إن الله يلوم على العجز إن الله يلوم على العجز عليك بالكيس فإن غلبك أمر فقل حسبي الله ونعم الوكيل الكيس إخواني وأخواتي هو الحزم والاحتياط الحزم والاحتياط الأخذ بأسباب التحوط أن تنظر في أدبار الأمور أن تنظر في أدبار الأمور لا تورد إلا أن تتعلم كيف ستصدر تقدر لرجلك قبل الخطوة موضعها كل هذا هو تفسير الكيس ومن هنا قولهم فلان حازم كيس ينظر في أدبار الأمور يقدر لكل أمر موضعه وينظر في نتائجه وعقبيله وتواليه ومستلزماته وعكسه العجز وعكسه العجز الذي يهدر الأسباب ولا يأخذ بأسباب الاحتياط قال السادة العلماء شراح هذا الحديث الجليل قالوا وكذا فهموا نعم لعل هذا الرجل الذي قضي عليه ثبت عليه دين كان مدينا لأخيه وأدى الدين لكن من غير بينا حين ثبت عليه الدين في بينا في شهود أو في كتاب وحين أعاد الدين هو لم يأخذ موثقه لم يأخذ موثقا بأعادة الدين لم يكن هناك شهود يشهد على أنه أعاد الدين فربما افتر الآخر والدعاء أن الدين قائم في ذمة المدين لا يزال أن الدين قائم في ذمة المدين لا يزال والنبي بحسن بصره وشفافيته فهم هذا لكنه قال أنا لا أستطيع إلا أن أقضي ماذا بالبينات ما فيه بالبينات وأنت العاجز لأنك لم تستوثق لأمرك عليك أن لا تهدر الأسباب خذ بالأسباب وتحوّط لنفسك كما تحوّط هو لنفسه وأشهد على الدين لماذا أنت لم تشهد على الأداء فهذا عجز الله يلوم على العجز قال له أنت المقطع مرتين مرة حين تورّطت في العجز ومرة أخرى حين قلت حسبي الله ونعم الوكيل النبي هنا أيها الإخوة يريد مرب أيها الإخوة مرب كبير عليه الصلاة وأفضل السلام واضح أنه ليس لنا في هذا العصر من تربيته إلا هتامات ونتفي سيرة جدا 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 نحن بعيدون البعد كله تقريبا عن هديه ومنهاجه في التعليم في الدين والدنيا لكننا نُكثر فقط من سرد اسمه والصلاة عليه واختباس أحاديثه من غير فهم من غير أن نحل إلى ثقافة حقيقية في حياتنا نحن العجزة هذه أمة العجزة اليوم لا أحسب أنه على وجه الأرض أمة أعجز من هذه الأمة ليس فقط تتورّط هذه الأمة أيها الإخوة بعدم أخذ أخذها بأسباب الكيس والحزم والإحتياط والتدبير وحسن النظر والتأتي إلى كل الأمور ومعرفة الموارد والمصادر لا لا ليس كذا بل هي تعمل بكل حيلة ووسيلة ضد مصارحها وضد وحدتها وضد أمنها وضد استقرار شيء عجيب وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أنها عمليا ماذا أقول كافرة يعني بتراث محمد عمليا كافرة لا تؤم بهذا التراث ولا تستفيد منه ولا تستوحيه ولا تسترشده ولا تسأله هذا ليس علاقة به عن إطلاق وهذا الدين هو دين الكيس ودين الحزم والمؤمن كيس فطن وليس عاجزا أحمق غبيا يلعب به ويكون مغفلا لعبة للأمم لعبة للكبار والصغار وعلى جميع المستويات أبدا قال حتى هذه الكلمة لا تقولها الآن في هذا السياق لا تقولها وإلا حسبنا الله في كل حال والله تبارك وتعالى نعم الوكيل والمفوض إليه الأمر كله في كل حال لكن ليس في هذا السياق في هذا السياق أنت تضلل نفسك تخدع نفسك أنت بهذه الطريقة تعرض نفسك أن تعيد هذا الخطأ ألف مرة تأخذ بأس باب العجز ثم تقول حسبي الله نعم الوكيل لا 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 حسبي الله على عجزك حسبي الله على حمقك تعلم النبي رفض أن تستعمل هذه الكلمات المقدسة الجليلة في غير سياقها كم نفعل هذا نفعله بطريقة مسخراتية إنجاز التعبير أصبحنا سخرية لأنفسنا وللأمم كبيرها وصغيرها جليلها وحقيرها كم ذا كأي من أبناء المسلمين وبنات المسلمين في الوقت الراهن أيها الإخوة انتقلوا من الإيمان إلى الإلحاد والكفر والجحود والنكران ومن الأسباب من جملة الأسباب الكثيرة التي يعربون عنها يبررون بها يسوّقون بها إلحادهم قولهم ألستم تدعونه من خمسين من سبعين سنة تاريخ القضية الفلسطينية لماذا لم يلبكم تدعونه وبالذات في مكة المكرمة ليلة السابع والعشرين ملايين ترفع الأكف ضراعة وابتهالا واستبذالا واستمناحا واستمطارا واستنصارا ثم أمركم من خيبة إلى ما هو أخيب ومن فشل إلى ما هو أفشل ومن سيء إلى ما هو أسوأ ما العلة لم يعلم هؤلاء مساكين هدان الله وإياهم الذين ألحدوا تركوا يفاع الإيمان وتهوروا في وهدة الكفران والنكران لم يعلموا لأنه تخريبا لم يقل لهم نحن أمة تسخر بدينها وحين ندعو ونرفع الأكف في مكة وغير مكة في كل مساجد الأرض والله وأنا عالم بالرسول الله إنما نسخر من ديننا حتى لو أرسلنا الدموع وبكينا كل هذه الدرّشة فارغة تعرفوا لماذا لأنكم ترفعون وأكفكم تقول اللهم منصرنا كذب أنت تطلب النصر أما الانتصار كن دقيقا نوح أيها الإخوة وكان برأسه ومعه فئة قليل وما أمن معه إلا قليل في قوم كثير عددهم وما كثفهم ألف سنة إلا خمسين عاما خلاص هذا كيس 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 هذا من أو العزم من الرسل من الخمسة أو العزم أخذب كل أسباب الكيس ولما أعيته الأسباب وانقطعت الحيلة وارتفع الألم الأمل بالكلية قال اللهم إني مغلوب فانتصر قال أنا لا أستطيع أنا لا أستطيع أن أنتصر لنفسي منهم فأنا أطلب منك يا رب بعد تسعمائة وخمسين سنة في هذا العذاب أن تنتصر لي ولمن معي فلباه الله هل تريدون أن ينتصر الله لكم يا أمة المليار وثانمائة مليون أم تريدون النصر لماذا تكذب على أنفسكم وعلى السماء والسماء لا يكذب عليها ولا تخدع أيها الإخوة تقول اللهم انصرنا جميل النصر يكون في معركة هل تعاركون لماذا تكذبون هذا كذب هذا قال اللهم انصرنا هل تحارب حتى تطلب النصر يا رجل انت شوف آيات الجهاد في سبيل الله آيات الذين قاتلوا في سبيل الله لا يذكر دعاهم بالنصر إلا حين المصافة حين يلتقي ماذا الطرفان حين إذن يرفعون أيديهم ويطلبون النصر هذا دعاء مقبول وهذا دعاء معقول وله معنى لكن مثل هذه الأمة أمة المليار وثمانمائة مليون مثل هذا الجمع الكريم مثلا مئات أو ألوف من الناس يجلسون يرون امرأة فتاة سيدة ضعيفة مهيضة الجناح كسيرة الجانب يعتدي عليها مجرم أثيم صائل رجل قوي بشوارب يقف عليها الغراب وهو غراب فماذا يكتفون طبعا هؤلاء بالمئات لو نفخوا عليه لطار أليس كذلك لو بسقوا عليه لأغرقوه يرفعون أيديهم اللهم اكشف غمتها اللهم نفس كربها اللهم انصرها يا ربي اللهم دافع عنها وعن عرضها والمجرم لا يبرح يبرعها ضربا ما هي المسخرة هذه مسخرة نحن أمة المسخرة اللهم انصرنا تريد أن ينصرك أين القتال أين المعركة هل تأخذ بأسباب أنت النصر بالعكس أنت قوي على أخيك قوي على أخيك قوي على شعبك قوي على نفسك ذليل أمام عدوك أمام خصمك يعدينا الآن رجل مثل هذا الذي فاز بالأمس يهدد العالم العربي والإسلامي من هو من هو ما قيمته ما ماضيه كم ثق له في الميزان هذا لم يرى أمة هاب أصلا لم يرى لا أنظمة ولا شعوبا يمكن أن تبعث في نفسه شيئا من مهابة وشيئا من تحوط هنا على أنفسنا وهنا على الناس على كل الناس نحن نستخدم اللغة بطريقة بشعة حتى اللغة الدينية ونكذب كما قلت لكم على الأسباب وعلى أنفسنا وعلى السماء والأرض نكذب النبي لم يكن ليرضى أبداً بهذه الخطة اللعينة خالة تبارك وتعالى في سورة القتال سورة محمد ذلك يا ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم هذا الانتصار نحن نريد الانتصار لو كنا صادقين يا ربي لا نريد القتال لا نريد الدفاع لا نريد حتى أن نقاطع لا نريد أن نعمل أي شيء وأنصرنا في فلسطين وغير فلسطين هذا كلام فارغ مستحيل حاشة لله حاشة لله بالعكس لو كان للحكيم فينا دعوة يقول في هذه الحالة اللهم لا تنصرنا لأنك لو نصرتنا أفسدتنا وحاشة لله حاشة لله أن ينصرنا يفسد عين ديننا وعقلنا ودنيانا كل الأم تتسبب إلا هذه الأمة تهدر الأسباب كل الأسباب ثم تزعم أنها أمة التوحيد والإيمان وأمة تقبر على الله الرحيم الرحمن وكما قلت تستمطره وتستنجزه وتستنصره وتستبذله وتستعطيه كلمة فارغ السماء لا تعطي لا تعطي الحمق نحن أمة حمق نحن أمة حمق يجب أن نكون واضحين كم نستخدم إن شاء الله كثيرا جدا إن شاء الله ماذا نريد بها ماذا نريد بها في الحقيقة إن شاء الله نريد بها أن لا نفعل نريد بها أن نسوث أنت حين تسمع هذه الكلمة من أي شخص في هذه الأمة تقريبا إلا ما رحم ربي وقليل أمهم كثرهم الله قليل أمهم أنت تعلم أنه مدام قال إن شاء الله تقريبا القاعدة العامة أنه ينوي أن لا يفعل إن شاء الله ندرس إن شاء الله نفعل إن شاء الله نتصدق لن يدرس لن يفعل لن يتصدق لماذا؟ لأنه كما قلت لكم اللغة لا تتحدد بالمعجم اللغة تتحدد بالثقافة بالسياقات الاجتماعية بالتنشئة الاجتماعية ما يعرف بالسوشال كونديشينينج بالتنشئة الاجتماعية ينتبهوا هذه دراسات الآن كثيرة وعلوم قائمة تقوم على هذا اللغة يا إخواني ليست كما يعتقد السدج من الناس مجرد تعبير عن الأفكار والمشاعر والوجدانات لا 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 هي تخليق للأفكار ما رأيكم؟ العلاقة أكثر اعتمادية مما تظنون بين اللغة بين اللفظة وبين يعني أنا اليوم خطر لي لأول مرة في حياتي هل يمكن؟ وأخترح هذا من كان من أبنائنا وأخواننا يعني يدرس في هذه العلوم أنا أخترح عليها أن يعمل لسات ماجستير في هذا الباب العلاقة مثلا بين معدلات الشذوذ الجنسي وبين اللغة في أول مرة يخطر لي هذا وهذا بحث علمي سيكون طريفا جدا كيف طيب؟ سأعطيكم أي مقدمة لهذا هناك لغات يا أخواني لا تميز في ضمائرها بين الذكر والأنثى إطلاقا مثل اللغة الفنلندية فنلندا تعليم رقم واحد في العالم عندهم هان معناها هو وهي في العربية لا في هو وهي في العبرية في إيش في هو وهي هو عندهم بالعبر يعني هو وهي يعني هي بالتسكين وفي أنا وأنت أتى يعني أنت وآت يعني أنت بالعبرية بالعربية أنا أنت أنت طيب الفنلندية لا يوجد الكلام لا يوجد واضح؟ أنت وأنت كلمة واحدة هان وسينا هو وهي سينا تسمع أنت بالفنلندي سينا يعني ما هو أو هي ما بنعرف العبرية لغة سامية العبرية مثل سوريانية مثل العربية لا فيها فيها أنت وأنت هو وهي في الإنجليزية وصف اللغة الإنجليزية وصف فيها هي هي صحيح هو وهي لكن فيها فقط يعني أنت أو أنت طبعاً يمكنكم حتى الجمع وأنتم غير جاءت متوسطة إذن لدينا ثلاث مراتب لغات لا يوجد في ضمائرها اهتمام بالتفريق الجنسي التمييز الجنسي ولغات متوسطة كالإنجليزية ولغات متقدمة في هذا الباب كاللغات السامية العربية والعبرية والنظائرهما جميل وجد العلماء الدارسون أيها الإخوة أن هذا ينعكس في قدرة الطفل الصغير في مراحله الأولى على تمييز هويته الجندرية هويته الجنسية هل أنا ذكر أم أنثى ينعكس والسبب اللغة بمعنى ماذا؟ بمعنى أنهم وجدوا الطفل الذي يتحدث العبرية التجربة كانت على العبرية والعربي نفس الشيء طبعا كانت على إسرائيل أو يهود عن الذي يتحدث العبرية يميز هويته الجنسية سنة قبل نظيره الفنلندي الفنلندي يتأخر سنة كاملة حتى يعرف نفسه الطفل ذكر أم أنثى طبوه الطفل الإنجليزي سواء إيرلندا أوسكتولندا المملكة المتحدة أستراليا كندا أمريكا هذه الدول النطقة بالإنجليزية هذا وسط يأتي وسط يسبق قليلا أي ألفنلندي ولكنه تؤخر قيا عن ماذا؟ عن الناطق بالعبرية الله لهذه الدرجة إلى هذه الدرجة إذن اللغة يا إخواني تكسبنا مهارات معرفية معرفة الذات ومعرفة الآخر ومعرفة العالم كان في الخمسينيات والستينيات رائد الأناسة أو الأنثبولوجيا الفرنسي كلود ليفي ستروس بالفرنسية ستروس أقولك شتراوس بالعربية كلود ليفي ستروس كان يرى أن التواصل في المجتمع يتم عبر ثلاث قنوات اللغة واحدة منها وهي في رأسها التواصل عبر ماذا؟ الكلام وفي التواصل بتبادل المنافع من خلال الاقتصاد مقايضة بطريقة ما في الأخير وفي تواصل عن طريق تبادل الأشخاص في القديم مؤسسة الرق عن طريق التبني عن طريق التبني وفيه طبعا مؤسسة قائمة من يوم ما كانت الإنسانية تقريبا ما الآن؟ مؤسسة الزواج عن طريق الزواج طبعا تأخذ ابنتي أخذ ابنتك شيء غريب هذا تبادل تبادل الأشخاص إذن تبادل الأشخاص مؤسسات إجتماعية الزواج والرق والتبني وما إلى ذلك تبادل المنافع الاقتصاد وتبادل المعلومات تبادل عن طريق ماذا؟ اللغة هذه المدرسة الأنثبولوجية الفرنسية ممثلة في ستروس لكن علماء اللسانيات أيها الإخوة من أمثال إدوارد سيبر وتلميذه وورف وأيضا إلى حد بعيد جدا إيميل بن فنست وأمثال هؤلاء قالوا لا لا الوسيلة الوحيدة والرئيسة اللغة اللغة وحدها كما أهم شيء لا تواصل بغير اللغة ولا معنى لأي تواصل آخر بغير التواصل اللغوي الله فرضية سيبر أيها الإخوة التي تركت في السبعينيات ثم بعد ذلك لقيام دلائل هائلة على صحتها تشهد لها وتقويها وتعضضها عادوا إليها مرة أخرى وإلى الآن أصبحت فرضية قوية وتعرض بفرضية سيبر وورف وورف هو تلميذ سيبر إدوارد سيبر هذه تقترح أن المعجم اللغة يعني الكلمات كيف تفهمها كيف تتعطاها أن المعجم يفرض عليك رؤية للعالم كيف تأتي هذه الرؤية قال لك من المعجم ستقول لي ودي ما هو ودي في الأخير كمان لغة نص لغة في الأخير اللغة عن طريق اللغة عن طريق اللغة لكي نوضح هذا أكثر والمثال الذي ضربناه قبل شيء جميل نأتي بمثال آخر ضربته عالمة فرنسية في ستانفورد أمريكا طبعا في علم النفس المعرفي هذا المبحث على فكرة ينتمي ليس فقط إلى العلم اللغوية وإلى علم النفس المعرفي ما نحب أن يتوسع فيه يرجع إلى علم النفس المعرفي يختص بتمثيلات العالم ذهنيا ولغويا كثيرا هذا المبحث مهم جدا في علم النفس المعرفي الدكتورة ليرا فوروديتسكي الدكتورة ليرا شاهدت مرة أو لاحظت عفوا أن هناك أطفال صغار الأطفال الصغار من بلدة في أقصى شمال أستراليا خارة أستراليا فرومبو اسمها هذه البلدة يسكن فيها السكان الأصليون ويتحدثون لغة تخصهم لغة قليلة يتكلم بها أي عدد قليلة الناس الآن على يعني ظهر البسيط أو المعمورة سبعة آلاف لغة الناس تلهج بسبعة آلاف لغة ومن آيات اختلاف وألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين مش للعواب لأهل العلم هذا علم هذا تخصصات الآن ما يختص باللغة تخصصات كثيرة ولطيفة جدا وغريبة على فكرة الإنسان البسيط تظن أن اللغة يعني يمكن أن تتطابق أو الكلمات تتطابق مع الأشياء هذا البدائي لا أبدا وبعض من يظن أنها مجرد مؤشر مؤشر الحياة غير صحية لا هذا صحيح ولا هذا صحيح العلاقة أكثر تركبا وأكثر تعقيدا على كل حال لاحظت أن هؤلاء الأطفال الصغار حين تسألهم عن موقعهم أو عن جهة معينة بسرعة وهم مضوء الأعين يقول لك هذه جهة الشمال هذه شمال شرقي هذا جروب شرقي هذا شمال غربي في محظة قال عجيب ما هذا وأطفال بدائيون من أناس بدائيين كم تفعلوا أناس بدائيين ماذا متعضرين سكان أسرع الأصليين قالت لحظت أنني حين أعيد هذه التجربة في قاعة محاضرات ستانفورد يونيفيرسيتي طلاب وأساتذة تقول متميزون علماء يتوفروا على شهادات وجوائز عالمية قالت بعضهم لألا يحرج يرفض أن يجيب نقول لهم أغلق وأعينكم طيب أشيروا إلى جهة الشمال بعضهم يرفض والذي يستجيب تأتي النتائج في معظم الحالات مخيرة قالت مع أنهم يرتادون القاعة بعضهم من أربعين سنة الأساتذة لا يعرف وين الشرق وين غرب الشمال كيف طيب لطفل بدائي طفلة بدائية تعرف هذا قالت هؤلاء البدائيون خذهم ضعهم في أي مكان آخر لا يعرفونه مستجدون مكان يكونون مستجدين عليه ضعهم في بناية في غرفة مقفلة سلهم عن الاتجاهات في لحظة يعطيك أي اتجاه وبدقة دقة الكمبس عجيب ما الحكاية ما السر هذا هل هم أذكياء نحن أغبياء يعني مستحينا نحن الحضار يعني ليس حكاية الحكاية طاعت في وين جذرها في اللغة الله اللغة شي خطير جدا فعلا اللغة تشرط المعرفة تمكنك من معرفة في لفل معين بحسب لغتك فاللغة أخطر مما تظن لذلك الآن على الفكرة شوفوا أحد مظاهر انحطاط العربي وإحنا يمكن في أحد فترة في تاريخنا الانحطاط اللغوي في انحطاط لغوي مريع مفضع مخيف على جميع المستويات لغة المنبر لغة الفضائيات لغة المدرس لغة الجامعة انحطاط لغوي مخيف مفضع طبعا والناس لا تشعر لماذا؟ لأن الناس أصلا لا تتوفر لم تعد تتوفر على معرفة لا قواعد اللغة لا نحوا ولا صرف ولا بديع ومعاني وبيان ولا معجمية من هم مش علاقة ولا يحبون حتى الحذق اللغوي انهي الرهيب لذلك تفكيرنا مشوش نحن أمم مشوشة اللغة مشوشة قضية خطيرة كيف طيب قالت لها حط انه سكان هذه القرية البدائية البسيطة من الأستراليين الأصليين لا تتوفر لغتهم على مفردات وكلمات وألفاظ تتعلق بالمكان يعني بالجهات الإضافية يعني يمين شمال لغتهم تتوفر فقط على ألفاظ تتعاطى مع الجهات المطلقة شرق غرب شمال جنوب شمال شرق جنوب غرب إلى آخر هذا اللغة ولذلك حين يجلسون الطفل حد ما ينشع أين يجلس فلان شمال شرق الصحن مثلا وينصحن السوب أو الحزاء جنوب غرب صحن الفاكهة هكذا لغتهم جميل ولذلك هذا الطفل يصبح عمره ست سبع ثمان سنوات قدرة غير طبيعية على معرفة الاتجاه ينمو عنده ماذا حس حس الاتجاه الحس هذا السنس يصبح عنده حس الاتجاه غير طبيعي إذا المسألة ليس مسألة لغة لا وأنه نحدد له في البداية الاتجاه المطلق ثم نقول له عبر عنه لا 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 افهموا علي موضوع معقد أكثر من هذا حس الاتجاه المطلق عنده ينمو يتضخم بفضل ماذا بفضل التدريب اللغوي فضل الممارسة اللغوية الله أحد بوابات الإصلاح ونحن لازم نعمل تصليح لحال في خمسين ألف شغلة الخراب كبير أحد بوابات أحد عنوانات الإصلاح الإصلاح اللغوي عبر التعامل الدقيق مع الألفاظ في نهاية المطاف الألفاظ معظمها ماذا مفاهيم مفهومات طبعا أنت لا تستطيع أن تتعاطئ مع أي شيء لا مع الله ولا مع نفسك ولا مع الآخرين ولا مع الكون ولا مع العالم ولا مع الطبيعة إلا عبر ماذا مفاهيم مفاهيم باستمرار نحن نتنفس المفاهيم كما نتنفس الهواء طبعا وعضح استحيل في كل شيء المفاهيم حاضرة باستمرار المفاهيم هي المهاد الذي ينطلق منه الإنسان تسمى في لغة المناطقة التصورات هذه التصورات وبعد أن تتأسس هذه المفاهيم يأتي هناك ماذا القضايا تركيب القضية التصديقات التصديقات أو ما يُعرف حتى بالريزنينج والإنفيرنس يعني الاستنباط والاستنجال والتحليل كل هذا يأتي كبناء مشيد على لبنات المفاهيم فالبداية إذن تكون من المفاهيم من التعامل النقدي الدقيق جداً مع المفاهيم النبي عليه الصلاة وأفضل السلام تعزيزاً لما سبق بيانه إن قبل إخواني وإخواتي كان ينهى عن بعض الأسماء يعني مثلاً لا يستحب لأمته أن يتسمى رجالهم باسم حرب أو باسم مرة باسم حرب أو باسم مرة يمكن أن نشرح هذا نعلّل هذا النهي أو هذا الحضر بالقول مثلاً لأن هذا الذي يتسمى باسم حرب قد يسلك سلوكاً طيباً مسالماً متعاوناً تشاركياً ولو كثر هذا وتردد يصبح هناك تشريط أيها الإخوان نوع من الربط بين الحرب وبين الأفعال الحسنة وهذا تشريط سيء هذا يضر بالثقافة يضر بالثقافة وهضح النبي كان وعياً بهذا صلى الله عليه من معلم هو خير معلم وفي الحديث المشكور أنه قال للقحة ناقة ذات لبن للقحة من يحلبها؟ فقام رجل قال ما اسمك؟ قال حرب قال اجلس لم يحب كأنه عاقبه كأنه يقول له نحن لا نتبرك بمن يحمل هذه الأسماء يقول لك النبي الحربي والنبي الدموي النبي يبغض الحرب ويبغض كل ما يمت إليها الحرب كريهة ولا تكون إلا ذات الشوكة ولا تكون إلا ضرورة وإذا لم يكن إلا الأسنة مركبا فما حيرة المضطر إلا ركوبها فقط هذا المنظور النبوي والإسلام القرآني للحرب ضرورة حين تفرض عليك رغما عنك فتدفع عن نفسك ثم قال من يحلبها؟ فقام آخر قال ما اسمك؟ قال مرّة قال اجلس مرّة المرار يعني شوف المرار والإحباط والسآم والملالة واليأس والقنوط كله أشياء غير مستحبة أثارها النفسية والثقافية سيئة ثم قام الثالث فقال ما اسمك؟ قال يعيش قال احلب يعيش شيء يذكر بالحياة يذكر بالعيش يذكر بالنماء بالعمران أهلا وسهلا بالنماء وبالحياة وبالعيش هذا دين حياة يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم هذا ليس دين الذبح والقاتل والتفجير والتدمير دين هؤلاء العدميين هؤلاء علاقتهم شديدة الوهاء شديدة الوهاء شديدة الضعف بالدين ليس دلوع ملاقة حقيقية أيها الأخوة بالدين إذن النبي كان حريصا جدا على تثبيت ماذا؟ المفاهيم ومساءلة المفاهيم مساءلة المفاهيم عكس الحالة التي تردينا إليها الآن أكثر من هذا إخواني وأخواتي كان لك اللغة بنية اللغة طريقة اللغة آليات التعبير والبيان في اللغة آليات التركيب أصلا في اللغة تؤثر تؤثر على الإنسان آثارا أبعد غورا ومدى مما يظن ويحسب كيف يعني يضرب العلماء المختصون مثلا أيها الإخوة بلغات تميل تميل إلى استخدام صيغ المبني المجهول أكثر مثل الإسبانية واليابانية اللغة اليابانية والإسبانية تميل أكثر إلى المبني للمجهول وليس المبني للمعلوم المعروف فاعله يعني ولذلك أيضا هذا منطق متسق تميل أكثر إلى الأفعال اللازمة من ميلها إلى الأفعال المتعدية هناك أفعال لازمة لا لا تغطط فاعلا انكسرت الزهرية انكسرت كأنها انكسرت من تلقاها يعني مش كسر فلان الزهرية هذا فعل فعل متعدل انكسرت الزهرية واضح اللغة الإسبانية واليابانية تميلان إلى هذه الطريقة الأفعال اللازمة أكثر من المتعدية و ق الواقع إلى اللغة الإنجليزية إنجليزية هنا هذا المعنى كالعربية تستخدم هذا وهذا وأكثر الشيء تستخدم الأفعال المتعدية والأفعال المبنية للمعلوم للمعلوم فاعله هذا يؤثر على المستوى القانوني وعلى تمثل العالم على تمثل العالم عجيب هناك تجربة شهيرة في 2010 نشرت أيها الإخوة للسيدة التي ذكرتها ليرا بروديتسكي مع طالبة لها تجربة لطيفة جدا أجرت على ثلاث مجموعات مجموعة من النطقين بالإنجليزية في الأغلب أمريكانية لأنها في ستانفورد ومجموعة من النطقين باليابانية ومجموعة الثالثة من النطقين بالإسبانية عرض عليهم دون أن يعلموا أنهم قيد قيد الإختبار هذا التسلي فعرض عليهم مقاطع فيديو مصورة لأشخاص يقومون بأعمال عمداً وخطأاً مرة عن طريق التعمد ومرة عن طريق الخطأ والسهو بأعمال ليس جيدة يفرقع البلالين يسكبوا الكتشب أو السوائل والمشروبات يكسروا البيض يكسرون يعني البيض بعد ذلك خضعوا الإختبار قيل لهم جميل من الذي فعل كذا؟ من الذي فعل كذا؟ من الذي كسر البيضة؟ من الذي فرقع البلو؟ فكانوا تقريباً الجوابات أو الأجوبة يعني متناظرة الكل الفاعل الرئيس الفاعل العامد القاصد الكل استطاع ماذا؟ أن يحدده الإنجليز والأسبان واليابان حين في مرحلة ثانية الآن حين تم السؤال عن أفعال عرضية أفعال عرضية غير أساسية وغير متعمدة من الذي فعل؟ الذين أجابوا بشكل جيد الإنجليز اللي بتكلم اللغة الإنجليزية فلان برضو فعل فلان فعل رقابة هذه مجتمعات رقابة انتبهوا إذن الناطقون بهذه اللغات عندهم قدرة على الرصد الدقيق اللغة هنا اللغة ليس الإرادة اللغة تكسبهم هذا الحس مثل ما أكسبت أولئكم الأستروليين يحسي الاتجاه اللغة هنا تكسبهم حس ماذا؟ الرقابة وتعيين الأشخاص تعيين الفاعلين نسبة الفعل إلى فاعله بدقة عجيب أما اليابنيون والإسبان ففشلوا هنا ما عرفوش يعرفوا أنه تم كسر البيضة لكن من الذي؟ كأنها انكسرت كأنها انكسرت هذا طبعا هذا ليس ضعفا في الذاكرة لا 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 هذا تأثير اللغة ببنيتها وآليتها هذه اللغة تميل كما قلنا إلى أكثر من أكثر تميل إلى المبني أو الأفعال اللازمة أكثر من الأفعال المتحدية لغة تؤثر على تعطيك مع العالم تمثلك للعالم إذن على مستوى القانوني وأداء الشهادات والإدلاء بالشهادات هذا مؤثر هذا مؤثر هل أقترح جميعا أقترح هل أقترح علينا على علماء الدين على الدارسين مثلا إعادة النظر في موضوع الأحاديث وتدوين الأحاديث والرواية استنادة لمعيار جديد بالمرة وهو العرق الذي ينتمي إليه الشخص وما إذا كان نشأ في مجتمع عربي من صغره أم أنه تعرب بعد ذلك وعنده لغة أم يعني مجدوج اللغة يتعاطك اللغة الفارسية أو أي لغة أخرى وندرس طباع هذه اللغة يعني هذا بحث سيكون معقدا جدا جدا وفتحا جديدا لكن يحتاج طبعا إلى أدواته يحتاج إلى أدواته عجيب جدا طيب أخواني وأخواتي أكثر من هذا قال لك بخصوص ذكر الآن للأشخاص مزدوجي اللغة تكلم لغة الأم عربية وتكلم ألمانية لغة الأم عربية وتكلم فرنسية مثل أخو المغاربة في فرنسا لغة الأم عربية وتكلم الإنجليزية إلى آخر ممكن لغة الأم فرنسية وتكلم العربية لغة آبائية لغة ثانية أصبحت على كل حال قال لك الأشخاص مزدوجوء اللغة حين تم اختبارهم بطرح أسئلة في خضايا مبدئية وبسيطة وسهلة وينبغي أن تكون واضحة بذاتي عليهم اعتمد الأمر على اللغة التي يتم السؤال بها عجيب يعني هو شخص واحد ينطق العربية والإنجليزية الإنجليزية هي الأمريكان مثلا الآن فتأتي تسأل هذا الرجل مزدوجوء اللغة سؤالا بالعربية مثلا عن خبرته العيش في أمريكا يعطيك جوابا وقد يكون فيه تركيز على بعض السلبيات بعض المؤاخذات تسأله السؤال ذاته بالإنجليزية تميء الكفة لصالح المجتمع الأمريكي عجيب والشخص نفسه ولا يمارس خداعا ولا يمارس نفاقا لأنه قد يكون مجهلا أنت تعطيه استبيان ودومه تفترش اسمك لا تفترش اسمك لا نرد الإسم حماية يعني لك دائما سيف على هذا هذا حصل مع الفلسطينيين سكان الثمانية واربعين مزدوجي اللغة اللغة الأصلية لغة الأم والأباء العربية عندهم اللغة الثانية العبرية اللغة العبرية حين كان يتم سؤالهم عن أشياء تتعلق بإسرائيل بالمستعمر الإسرائيلي بالعربية الجوابات في مجملها سلبية تدين تدمغ إسرائيل كقوة احتلال حين كان يتم توجيه الأسئلة ذاتها بالعبرية كانت الكفة ترجح قليلا لصالح الإسرائيلي عاجيب جدا اللغة أخطر مما تظنون انتبهوا اللغة شيء خطير جدا جدا نحن نظن أننا نلعب باللغة وفي الحقيقة بالقدر ذاته بل أزيد هي تلعب بنا ما رأيكم نحن ألعب هذه اللغة دون أن ندري نحن نفكرها مركب نركبه ونسير به إلى أغراضنا كيفما أردنا ليس دائما هي تفعل هذا أكثر بقدر أكثر ولذلك أيها الإخوة لكي تتحول لكي تستحيل من إنسان ساذج يسموه إنسان يسموه صاحب التفكير العفوي شوف في أدب عند الناس الدارسين ليس يسموه الجاهل العامل ليس عارف لا لا اللطخة ليس عارف لا لا يسموه صاحب التفكير العفوي طبعا التفكير بالذات يا إخواني التفكير ليست مسألة فطرية يعني بالفطرة أنا مفكر وناقد وذكي لا 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 بدأ تعليم وبدأ تدريب وبدأ فهم مثل هذه الخطبة أعتقدها فتحت لكم الآن منافذ جديدة مسألة مش بالإرادة بالقوة حصير فهمان وحضر أنا عارف الصح والغاية مايش هتقدر مايش هتقدر بدأت تتعلم أشياء كثيرة من ضمن الأشياء أن تسائل لغتك أن تقف موقفا نقديا من لغتك من المفهومات التي تتوفر على استعمال وهي كثيرة جدا جدا أضرب لكم مثالا مفهوم الصداقة طبعا على فكرة عنها مجانية طبعا كلما ابتعد الإنسان عن كونه مفكرا نقديا أو ذا فكر نقدي أن يكون ذا فكر نقدي أيها الإخوة مايش البصير البصير أنه لا يسائل المفاهيم وتنتبس وتختلط عليه المفاهيم وتستعمل بغير معايير دقيقة المفاهيم نفسها تكون للأسف غير محددة وهذا يحدث تشوشا رهيبا ليس فقط في الفكر إنما حتى في العلاقات بين البشر الآن سأعطيكم مثالا الصداقة وطبعا بين قسين ستقول لي آه إذن بهذا اللحاظ بهذا النظر بهذا الاعتبار مهمة جدا هي مسألة ماذا الفروقات اللغوية والعرب أستيد في هذا لغتهم تمكنهم من هذا وهي قادرة يعني اللغة العربية لا تتحدث عن الحب مثلا والإعجاب لا 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 تتحدث عن عشرين مرتبة للحب ما رأيكم؟ لغة دقيقة جدا 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 آه عن عشرين مرتبة للحب كله داخل تحت الحب بشكل عام يعني ولا أكل فيه مراتب ولا مصحية فيه لغة تتحدث عن الحب وعن ماذا وعن الرغبة وعن الاستلطاف ثلاثة أربعة ألفات والسلام عليكم الليل العربية أدق من هذا ولذلك مثل الإمام الجليل أبو هلال أبي هلال مثل الإمام أبي هلال العسكري حني أصنف كتابة رائدة اسمه الفروق اللغوية قطعا فيه فرق بين الخوف والخشية والمصحية هذا على طريقة بالذات من يمكن ماذا اتراده في العربية لازم يكون فيه فرق بين الخوف والخشية وبينهما أيضا وبين الفزع والمصحية وبين الرعب وبين الروع والمصحية راعه وهو مرتاع وهو مرعوب وهو مفزع وهو خائف وهو خاشن طيب إيش الفرق ها بدك ترجع الشياء الدقيقة جدا جدا وحين تستعملها إذا استعملتها استعمالا يؤذن بوعيك بهذه الفروق الدقيقة هذا يجعلك أكثر تحكما في ماذا؟ حتى في مشاعرك في ردات فعلك ما رأيك؟ في تلقيك للآخر الآخر الحدث والآخر السلوك من الشخص أيضا إيش رأيك؟ كيف تتفعل مع القدر مع قدرك مع مصيبة مع نجاح مع أي شئ إذا كنت مفكرا لغويا نقديا وتروز وتزن المصطلحات والمفهومات بدقة أنت تكون أكثر تحكما وأكثر سيطرة على ماذا؟ على ردات فعلك على موقفك تسوغ موقفك بدقة فنظروا الآن كاختبار بسيط نحن نستعمل مصطلح الصداقة طبعا نقول لي فيه فرق كبير فيه الصداقة وفيه الأخوة الأخوة في الدم وفيه الأخوة في الله وفيه عندنا كمان المعرفة والزمالة والجيرة ولا ما الصحيح وكل واحد على درجات يجب أن نفرق ستقول لي أنا يعني والله منيت بخيبات كثيرة من أصدقائي أنا حولك كمفكر نقد الآن لغوي لا 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 هل كانوا أصدقائك حقا؟ هل عدوك صديقا؟ هل عددتهم أنت أصدقاء؟ ستقول طبعا أصدقاء أصدقاء الروح لا لا هذا كلام كلام الشوارع هذا لا يسوق هنا خليك دقيقا ستقول لي كيف أنا أسائل مفهوم الصداقة سهلة في معايير كثيرة من ضمنها هل حدث ويحدث أنك أحيانا تغتاب صديقك؟ أقول لي آه والله أقول لك هذا يؤذن من أول الخط بأنه ليس صديقك الصديق لا يغتاب صديقه انتبه الصديق لا يغتاب صديقه ويغضب جدا ولا يسمح لأي أحد أن يغتاب صديقه أحد تقول لي نحن نفعل كثيرة نحن نغتابهم وننم عليهم وأحيانا نغشهم في الكلام وإذا استنصحني أنصح له بشيء أعلم أنه سيفشله سأقول لك مشكلتك كلها ليس في هذا اللؤم والخبث النفسي اللي عندك لا المشكلة أيضا في هذا التشوش اللغوي ثم تزعم أنك أن لك أصدقاء لا تلك أصدقاء لحد الآن ليس لك أصدقاء لك شبه أعداء تضع عليهم الليبل صداقة ستقول لي معناها الكارثة أكبر بكثير إذا تطرق الأمر إلى الحديث عن ماذا عن الأخوة أخي في الله أخي في الله سلام عليكم أخي في الله تسكت يا رجل لذلك حين جاء أحدهم إلى أبي هريرة وقال له يا أبا هريرة والله إني لأحبك في الله وأنت أخي في الله يقول لحب في الله مرة أحب في الله حب في الله شيء كبير جدا جدا النبي يقول يوم القيامة يعني عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين رجال يغشى بياض اللهم اجعلنا منهم بفضلك ومنك اللهم اجعلنا منهم في هذه الساعة المباركة رجال يغشى بياض وجوههم نظرا ناظرين ما هم بأنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء بمنزلهم أو بمنزلتهم من الله يوم القيامة باختصار من هم يا رسول الله رجال تحب في الله تبارك وتعالى الأخوة في الله الأخوة في الله مجاني الصداقة مجانية عنها صديقي أخي في الله زوجتي زوجي أستاذي شيخي معلمي مجانية كله كلام فارغ كله كذب كل هذا تشوش فقط مفاهيمي الأمر أخطر من ذلك بكثير بكثير إذن هم إخوة في الله فلما جاء واحد هذا وزعم أنه يحب أبا هريرة وأنه أخوه في الله أبا هريرة أراد أن يلفته شوف تلميذ الرسول معلمه أنه بأشياء قال له يا رجل هل تسخو نفسك تسمح أنت بهذا تتساهل في هذا متى احتجت أن أمد يدي في جيبك آخذ ما شاء دون عن أسلك قال له لا والله أنا ما وصلت الدرجة قال له فلست بأخين روح سمي أي شيء ثاني يقول لي أنا أستلطفك يا أبا هريرة أنا يعني معجب بيك بعلماتك بفصاحتك لكن لا تقول ليش أخ في الله لأنه عارف لي لأن الأخ في الدم الأخ في الدم يفعل هذا يفعل ما هو أكثر وأخوك في الدم قد يموت من عجلك وقد تموت من عجلك عادة تموت تقاتل حتى يعني الرمخ الأخير دون أخيك أخوي لكن هذا أخ في الله شغل كبير جدا أيضا ليس لعبة هي ليس كلام ستقول لي معناها كل حياتنا مشوشة وكلها دعاوة عريضة طبعا دعاوة عريضة أطبق مثل هذا على سائل المفاهيم سائل هذه المفاهيم مفهوما مفهوما علشان تكون إيه في وضوح إذا تسنى لك أن تسائل المفاهيم وأن تحفر تحتها البحث الأركولوجي تحفر تحتها تماما بهذه الطريقة أنت تنجو من أن تكون ضحية للتشريط الاجتماعي ما رأيك؟ المجتمع يشرط أشياء كثيرة يشرط أشياء يعني يربط أشياء بأشياء يرهم أشياء بأشياء ويعطيك الأشياء ناجزة وأنت تبلعها تبلع هذه الأشياء وتكون ضحية المجتمع ولذلك يمكن أحيانا حين يريد المجتمع وتفرض تدق ساعة الحقيقة الاجتماعية كما يقال وهذه الساعة تدق بمنادية بقتلك لجارك بقتلك لأخيك بقتلك لإبن بلدك على خلفيات مختلفة تفعل أنت تفعل تعرف لي؟ البداية أيضا لأنك لم تكن تتعامل مع المفهومات بحيث نقدي أنت كنت ضحية التشريط المجتمعي المفكرون لا يفعلون يحفرون تحت كل مفهوم تحت كل لفظ تحت كل مصطلح لا يحبون أن يكون ضحايا لهذا التشريط المجتمعي هل فهمتم؟ هذا هو لذلك كلمة أو فرضية سيبر إدوارد سيبر تراحه الأساسي هذا جوهر نظية سيبر ووف أن المعجم يقترح عليك رؤية للعالم العالم كله كل جنباته التينية الاقتصادية السياسية الاجتماعية العاطفية الفكرية الفلسفية المعجم المعجم اللغة اللغة خطيرة جدا اللغة خطيرة جدا أكثر من هذا يحدثنا المختصون يا أخواني وأخواتي أن مثلا الشعوب الناطقة بالإنجليزية ذكرناها اليوم معروف من هي الشعوب الناطقة بالإنجليزية بمعنى أنهم يتشاركون في نهاية المطاف يتشاركون المتح من والعزو إلى والاستناد على وإلى مجموعة ألفاظ مكودة كوديفايد يعني بسموها مقننة مثل ما فعل معجم أكسفورد للغة الإنجليزية أعظم معجم إنجليزي على الإطلاق طبعا في حول في الأف كبير هذا معجم يقع في زواء 25 مجلدان أول ما طبع 1908 طبع منهم مجلدان الآن وصل تقريبا إلى 24 25 مجلد تقيقي جدا لكن فيه خلافات أيضا لأن هذا تقريبا يعمل نفسه الوسع اللغة الإنجليزية نحن الأوصياء أنا الذي أتكلم لك ما يعني هذا اللفظ ما معنى هذا المفهوم معجم أكسفورد للغة الإنجليزية مشكور كل هذه الألفاظ الآن يتشاركها الناطقون بالإنجليزية على أساس أنها كودفايد في هذا المعجم مقننة مذكور بدقة بميزان الذهب ما معنى هذا وهذا هذا غير كافي ما رأيك هذا غير كافي لذلك تقع انقطاعات أيضا وانكسارات في التواصل بين إيرلندي وأمريكي بين إيرلندي وبريطاني بين إيرلندي وأسكتلندي بين أسكتلندي وأمريكي بين أمريكي وأسترالي بس أنتم أصحاب اللغة وأصحاب أوكسفورد يعني لا تعرف ليه المسألة التعدى هذا إلى ماذا ما ذكرناها التنشئة الاجتماعية التنشئة الاجتماعية لذلك يا أخواني الآن دعونا نجيب يعني مثلا بسيطا جدا جدا ومؤثر هو في حياتنا أصلا مصطلح الحرية ليبرتي قلت فرايهايت الحرية جميل هل تظنون للأسف هذه خطيئة خطيئة بعض المفكرين العرب والمسلمين يأتي ينقل المصطلحات كأنها مصطلحات ماذا كونية يا ليست كونية من قل لك أنها كونية تعرف عفوا أن علماء اللسانيات اللغويات وجهوا النقد للمنطق الأرسطي الفارمالوجيك هذا هذا نقد هتقول هذا نقد كوني عفوا هذا منطق كوني هذا منطق هذا مجرد هو يعني مجرد قوالب قال لك لا غير صحيح نحن منظورنا اللغة والدقيق النقدي وجدنا أن المنطق الأرسطي الذي ظنه توهمه أريستوتل هذا أريستوطاليس منطقا كونيا للبشرية كلها بتنضينا عن عراقها ولغاتها وأديانها وأفكارها منطق لأن هذا منطق قوالب معيارية قال لك غير صحيح المنطق الأرسطي كان ماذا كان منطقا لسانيا أرسط حين تمثل الحقائق والوقائع والعالم والأشياء تمثلها رغما عنه خاضعا له منطلقا من لسانه هاليوناني اللسان ما نقولنا البداية أشياء الفرضية اللسان يقترح عليك ماذا رؤية للوجود أصبحت جدا 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 وعلى فكرة على ذكر أرسطو الآن والمنطق وكونية المنطق ومحلية المنطق الأرسطي شوف العبقرية الإسلامية أبو حيان التوحيدي في المقابسات عنده محاورة مشهورة جدا جدا عن عن النحو العربي والمنطق الأرسطي يخلص أحد أطرافها إلى أن منطق أرسطو هو شيء أشبه بنحو لغته وإحنا لدينا منطق آخر تعطينا إياه لغتنا العربية عجيب يعني أبو حيان والمسلمون فهموا هذا قبل وورف والسيبر والجماعة هذولة في قرن العشرين قبلها قبلها ولا جميعا لا تحتقلوا تراثكم ولا تعظموا كل شيئة من عند الأخير لأنه فقط آخر وآخر لا 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 كنوا نخديين أيضا ووزنوا كل شيء بقيمته الذاتية لا ووزنوا كل شيء ورزوه بقيمته الذاتية طيب قطر لي لأنوان أتكلم شيء اللطيف قد يكون الخير أيضا أن أذكره وممكن أذكر أيضا البعض قد يسألون أنت قلت مسألة الشدود الجنسية والجنسية المثلية علاقتها باللغة طبعا أنا أقول لا يعني إذا الطفل الفنلندي هذا يتأخر سنة كامل عن الطفل العربي والعبري في تحديد هويته الجنسية ذكر أم أنثى هذا سيؤثر في المدائي المتوسط والبعيد عن موضوع اختيار هويته مسلكيا أيضا وروحيا ومعنويا لماذا؟ لأنه تأسس وفق اللغة تأسس وفق اللغة ليدرك ويعي أن الفرق غير موجود في البداية الفرق غير موجود تتذكر كالأنثى ثم بعد ذلك الحقائق فرضت نفسها يختلف هذا عن طفل منذ البداية تأسس سريعا أن الذكر غير الأنثى وبالتالي تختلف الهويات الجندرية والأدوار هذه هي فرضيتي هذا يحتاج إلى البحث شيء قريب من هذا يا إخواني مصطلح العم صح؟ صح؟ أنكل يقول لك هنا أنكل في الإنجليزية ستقول لي آه وأنكل وعلى فكرة هنا تقعت قبل أيام قرأت خطأ في الترجمة على كل حال نحن تقول لي العم هذا هو ليس العم في العربية ليس بالضرورة أو الخال صح؟ أنكل هذه نترجمنا أيضا عم أو خال هناك شيء في الألمانية والإنجليزية لغات أخرى كثيرة عم وخال هناك أنكل أنكل وقط لكن في اللغة العربية واللغة العبرية واللغة الصينية لا في عم وفي عم من جهة الأم الخال في اللغة العربية الصين يسمونه هيك الصينيون يسمونه هيك عم من جهة الأب عم من جهة الأم نحن نقول عم وخال أعمامكم أخوالكم في القرآن الكريم مهم جدا هذا لماذا؟ طيب واقعيا في القرآن عندنا في الدين وقانونيا بخصوص أحكام المواريث مثلا يترتب عليه فرق قال في الصحيح طبعا يعني العم هذا وبعدين ابن العم عصبات بس الخال وابن الخال موالي مش عصبات صح ولا لها علاقة في تقسيم التاريكة قبل ذلك على المستوى الوراثي جينيتيكلي يعني بطريقة وراثية أليس هناك فرق بين العم والخال؟ طبعا وراثيا جينات على مستوى الجينات صح ولا من جهة الأب من جهة الأم الأم قد تكون أصلا من قبيلة أخرى وراثي الصحيح بل من عرق آخر تماما يعني عرب الزواج نمساوية وراثي الصحيح الجنسي أو غيره طبعا إلى هذه الدرجة اللغة مراوغة واللغة أيضا حساسة وخطيرة ما رأيك؟ ليس مجرد مؤشرات فقط تؤشر على الحقائق الصلبة أنا ذكرت هذا تقول الآن وضع حليل لماذا ليست اللغة مجرد مؤشر إذا قلت لي اللغة مؤشر مثل مؤشر أستاذ خشق به هذه برتقالة هذه شمس هذا مش عارف نبي هذا كتاب لا 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 أصلا الذي جعل هذا الشيء ما هو إلى حد بعيد أيضا اللغة عندها مدخلية في هذا صح؟ فلما تقول uncle this is my uncle لا خطيرة هي نحن ما نقوله شيء نحن نقول هذا عمي هذا خالي ومفترق الموضوع كثير 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 لما نقول هذا عمي وهذا خالي اللغة التي سمحت بهذا التمييز وانبنت عليه فروقات اللغة الإنجليزية لم تسمح بهذا التمييز لم تسمح بهذا التمييز لذلك إخواني وأخواتي أنت لا ترى العالم فقط بعيني رأسك بالعكس رؤيتك العالم بعيني رأسك بعيدا عن اللغة ومنطق اللغة الكامن فيها تقريبا لا تكاد تغني شيئا ما رأيك؟ أنت تخيل نفسك ترى العالم ومعنكاش مفهومات معنكاش أنه هذا مفهوم إيه؟ مثلا مدفأ مدفأ مايكروفون كورسي منبر كاميرا سقف أرض سجاء معنكاش كيف ستدرك العالم؟ ستدركه قريبا أو تقريبا كشيء متداخل يوشك أن يكون ماذا؟ مزيجا يصعب جدا تمييز أشيائه فعلا لذلك على فكرة اللغات التي هناك لغة يسمها لغة البيراها لغة الأمازون في قبائل في الأمازون تتكلم لغة يسمها البيراها البيراها لغة البيراها ليس فيها الأرقام ما رأيكم؟ ما فيها واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة فيها فقط بعض وكثير هذا أخذ بعض التفاح هذا أخذ كثير من التفاح وبس هذه لها عقبيل قانونية واقتصادية أكثر من ما نظن طبعا طبعا معناها القانون هناك والاقتصاد لابد أن يعاد سوغه وبالأحرى هو أصلا تم ذلك يعني أكيد 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 عندهم قانون قد تمت صياغته وعلم اقتصاد خاص بهم في التعاطي والتقايض آخذهم في اعتباره ماذا؟ هذه الحقيقة أنه لا يوجد واحد ثلاث وثلاث وتماما والواحد عنده نص وربع وثلاث علم المراث الإسلامي ثلاث وربع وخمس كيف ستعلم البراهة علم المراث كيف ستخرق القآن الكريم هذه تحديات إزاء الدعوة الإسلامية حين تصبح دعوة عالمية مشكلة كبيرة اللغة عندهم بعض وكل وخلاص وطبعا الفاصل بين البعض والكل لا ندري كيف سيكون في لغتهم يبدو أنه يكون بالحس المشترك هيك بنوع ما الحدس أنه هذا أخذ كثير هذا أخذ البعض مسموح أنه يخذ البعض باللي دفعه أخذ بعض التفاح مسموح لكن هذا أخذ الكثير لا هذا تجاوز الحد وين الحد كما قلنا مثلا حدسية أو تواطئ بحس مشترك حكم سليم هذه اللغة إذن فعلا اللغة منفذ كبير وحساز وقطير للتعاطي مع العالم ولذلك لا بد أن نقف كما قلت لكم وقفة دقيقة متأنية نحاسب ونسائل ونعيد مساءلة المفاهيم دربت مثالا بالحرية إذن الحرية هل هو هذا المفهوم؟ مفهوم يطلق بإذن شيء محدد كوني بالمرة غير صحيح إطلاقا ما يعد هنا الأجنب حرية أن تتعده في ثقافتك وبحسب نشأتك المجتمعية تعده ماذا؟ عدوانا أو تعده فسقا وعسيانا أو تعده تحللا أو تعده تحللا ومن هنا أيضا في ميدان التداول اللغوي ضرورة التدقيق مثل من دقق في العملة ليس نعمل كاش في العملة تخيل أنتم في ميدان التداول النقدي يسمح بمعاملة الورقة ذات فئة أو من ذوات المئة مثلا معاملة ورقة من ذوات العشرة والعكس صحيح كيف يصير العالم التبادل مقلوب الرأسنا على العقل مشوش بالكامل هذا يحدث الآن في لغتنا ويحدث طبعا في كل مجتمعات على فكرة إلا لذا المفكرين النقديين الدقيقين المفكرين النقديين الدقيقين لا بد أن تحاسب كل كلمة وتعطى وزنها بدقة في ميدان التداول اللغوي مثل النقود في ميدان التداول ماذا؟ النقدي المالي وإلا الأمر ينجرئ عنه نتائج كثيرة كما قلت قد تكون غير ملحوظة في الآن لكن حقا هي واقعة واقعة في كل آن شئنا أم أبين لا شئنا أم أبين في الغرب كما تعلمون خاصة الغرب الأمريكي قبل عقود قبل خمسين سنة ستين سنة كلمة غير غير أقول لك أقول أعوذ بالله تتكلم عن من برسول الله لا 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 هذه كلمة انجليزية لطيفة كانت تعني سعيد غير واحد سعيد بني آدم سعيد جاءوا هم بخبث أخذوا هذه الكلمة عندها دلالة عامة وواسعة وخصصوها بماذا؟ بالمثليين سنسموهم إيش؟ الجيز جيز صح ولا هذا التخصيص مرسود ومراد ومقصود صح؟ والذي فعل هذا لأول مرة أيها الإخوة كان متعاطفاً بلا شك ومتحمساً للجنسية المثلية ولا ما الصحيح علشانه اختار هو أن يضع يافضت هذا اللفظ الذي في حذ ذاته لفظ ذو إحاء طيب يسعد الناس أن تكون سعيداً وتطلب السعادة ولا ما الصحيح لكن أن تسمى الجنسية المثلية بهكذا أو الجنسية المثلية يسمى بالسعيد شيء خطير حتى هذه لم تفلت من ملاحظة رسول الله ما رأيك؟ منذ البداية قال قال لا يأتين زماناً على أمتي يشربون فيها خمر يشربون فيه الخمر يسمونها بغير اسمها صلى الله عليه وسلم هو يعلم أنه ما دامت اسمها الخمر ستكون منفرة لأنك تقرأ في كتابك أسألك عن الخمر والميسر قل فيما وإثمهما أكبر من نفعهما ولا ما الصحيح يا أيها الذين آمنوا إذن تنفر أنت إنما الخمر والميسر والأنصاب تنفر لكن مشروبات روحية آه جميل مشروبات روحية تنعش الروح تخيل النبي عرف هذا وحذرنا قال إياكم وهذا الخلط وهذا العبث بالمفاهيم والألفاظ كونوا دقيقين في ميدان التداول اللغوي لذلك نريد حراس بوابة نريد حراس بوابة حراس البوابة ليس علماء معجميين يعرف المعجم حافظوا لا علماء معجميون يعرفون اللغة تماما وأكثر من هذا سوسيولوجيون وأخلاقيون علماء دارسون للمجتمع وتشريطات المجتمع والثقافة وما يتعلق بها والأفكار والمذاهب والأيدولوجيات نريد هؤلاء حراس بوابة مصطلح الجهاد الآن مصطلح الجهاد العماء الإسلامية تشهد من نحو ثلاثين سنة حرفاً مقصوداً لهذا المصطلح لكي ينتهي في نهاية المطاف وتقريباً شبه المهمة نجزت ربما بنسبة سبعين في المئة أو أكثر أنه أنه أصبح المصطلح ماذا متوحشاً صح مصطلح متوحش قاسي كريه بعد ذلك يقضي المسلم يستحي أنه يتحدث عن ماذا عن جهاد صحيح لكن كيف تستحي من شيء القرآن الكريم ذكره في عشرات المواضع ورتب عليه ماذا رضوان الله رضوان الله تبارك وتعالى وبره وعطاءه وفضله الجهاد أجاهدوا والذين أجاهدوا فينا ضحك علينا تم حرف المستحي لو كنا متقضين منذ البداية ولم نسمح بهذا العبث وقلنا لا نحن حراس هنا ولن نسمح بهذا العبث مطلقاً ليس هذا الجهاد أنتم تكذبون ونعمل منظرات محلية وعالمية ما فيش على مستوى العالم هذا كذب نقول له أنت تكذب ليس هذا الجهاد الجهاد القرآنية هو كذا 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 لماذا تكذب أنت كان أسكتناهم كانت راجعوا لكن للأسف الشديد وبالعكس وفي مرضمات إسلامية عالمية قبيلات بماذا مش تحييد مصطلح الجهاد لا رفعوا من التداول لماذا رأيكم وراجعوا وشوفوا مرضمات إسلامية عالمية تمثل الشعوب والحكومات للأسف الشديد الحكومات العربية والإسلامية هذا اللعب كيف يلعب علينا وفي نفس الوقت تمرر لنا مصطلحات كارثية مخيفة جدا 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 أحيانا ترفع أسسا مهمة من أسس الأخلاق أو أسس الدين سأختم بهذا الملاحظة موضوع طويل لأنه ومتداخل إخواني وأخواتي اليوم يعني من ذا يخطئ ملاحظة أن هناك من يريد مثلا أن يمرر أن يمرر حربه الشعواء على الإيمان الإيمان بالله تبارك وتعالى والإيمان بالغيب نحن لسنا مؤمنين فقط بالله كغيب الله غيب الغيوب نحن نؤمن بالله وملائكته واكتبه ورسله واليوم الآخر هذا الإيمان الإصطلاحي ليس الإيمان بالله أنه موجود لا ليس هذا فقط هذا أهم شيء في الإيمان ورأس الإيمان ولكن في عناصر أخرى هذا الإيمان الإصطلاحي لا تكون مؤمنا بغير استفائها واستكمالها شميل تحت مصطلح العقلانية أو التنوير يراد ضرب ماذا؟ وسوس الإيمان عجيب فإذا شخص مثلا تحدث في محاضرة أو كتب دراسة أو مقالة عن إيمانه مثلا بالملائكة أو بعالم الجن أو بعالم الآخرة مباشرة نبزوه ولو من وراء وراء بأنه غير عقلاني لا عقلاني ظلامي غيبي خرافي ما هذا؟ ومن الذي أعطاك الحق أصلا أن تتصلط على مصطلح عقل وعقلانية وتجعله بحيث يعني هذا الشيء من سبحك بهذا؟ فلسفيا هذا غير ممكن أصلا لك ما رأيك؟ علميا أيصلا غير ممكن لا علميا ولا فلسفيا أنت لا فهم لا فلسفة ولا علم تكذب على الاثنين جميعا فضل عن تفهم الدين وتفعل هذا وطبعا نافش ريشك وجنحينك وفرحان على حالك أنك عقلاني ومتنور زي الظلاميين الغيبيين الخرافيين لعبة مصطلحات تافهة تحتاج المسألة إلى تفكيك وحفر ومسألة نقدية علشان كل واحد يأخذ حجمه ودوره قال تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات تفصيل وتصريف ليش طيب؟ ولتستبين سبيل المجرمين عشان نعرف من الناصح ومن الغاش من الأمين ومن الخوان يا إخواني كم من مصائب تم تمريره علينا وعلى هذه الأمة وعلى البشر عموما عبر ماذا؟ عبر المصطلحات مصائب مصائب كبرى مصائب كبرى يمرر لك خيانة باسم ماذا مثلا؟ باسم الواقعية السياسية وهي خيانة هذه خيانة لماذا؟ هذه ليست واقعية سياسية الواقعية السياسية مثلا تقول تقول أنا الآن مدرك لحجمي وقدري وفعلي وأثري لا أستطيع أن أطالب إلا بهذا الحد من حقي لكن حقي ينتهي إلى هذا الحد لن أتنازل عنه نظريا عمليا أنا أتنازل فأقبل بهذا الجزء يجوز هذه واقعية سياسية لكن التنازل النظري بحيث نقول يعني بالأمس أنا شعرت بالعار حقيقة من كثيم العرب والمسلمين حين أرى مفكرين وأعلاميين وناشطين حقوقيين عالميين غير مسلمين يدافعون عن قضايانا بمنطق بسيط مباشر مفحم منطق مفحم مفحم تماما في الوقت الذي أرى فيه بعض المسلمين وبعض العرب يبرر ويسوق تنازله عن جملة حقه باسم السياسة فاقعية سياسية هذه جريمة خيانة أنت تمر الخيانة عبر المصطلح والأسف المصطلحات تنجح دائما أو في معظم الوقات في أن تخدعنا في أن تخدعنا لذلك كما قلنا عودنا على بدء لابد من مساءلة نقدية للمفهومات للألفاظ للمصطلحات حتى لا نكون ضحايا الاستعمال الغاش والاستعمال المقصود الملغوم وأيضا لأن لا نكون ضحايا كما قلنا للتشريط المجتمعي فنكون عبيد المجتمع النبي قال لا يكون أحدكم إمع إمع اليوم لو سألت علماء اللسان وعلماء السلسلج أيضا ودولوا الإمع عندك ما اسمه يقول لك هذا كونفرمست كونفرمست من كونفرميشن هذا الإمع ترجمة الدقيقة لإنسان كونفرمست معناها الإمع ما يعني أنا مع الناس ما يقول لكم أنا زيكم أنتوا شايفين هيك؟ أنا زيكم أنت من غير ما تقول على فكرة حين تستعمل معجم المجتمع المشرط اجتماعيا بطريقة معروفة طبعا لمن يرصدها أنت تكون إمع ما رأيك؟ بدك ترجع تسائل كل شيء في حياتك ستقول هذه مهمة مرهقة نعم صح ومهمة ممتدة تبدأها اليوم أنا أقول لك وتنتهي حين تموت لأنها لا تنتهي دائما لكن هذا يكسبك وعيا زائدا أجمل شيء أنا أشوفه حقيقة الوعي أجمل شيء في الإنسان مش شرط أن تكون أنفس شيء لكن جميل 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 وتشعر حقيقة بجوهر إنسانيتك الوعي يا إخواني اليوم البشرية على فكرة يبدو أنها تنحدر بسرعة تنحدر واضح من تغيير مستوى القيادات التي تخوض العالم واضح أن البشرية تأفل في حالة أفول وديكلاين بصراحة حالة أفول رهيب لهذه البشرية طبعا قد يجر هذا إلى كوارث رهيبة قد يجر إلى حرب عالمية نووية قد قد أسأل الله أن لا يكون هذا أبدا لكن قد وحين يحصل هذا صدقوني ستأتي أجيال وتقول ضريبة باهضة تفعتها البشرية ثمنا لماذا؟ الجهالة الجهل فقط الجهل إننا كنا جهلاء ضحك علينا لم نتعلم بالطريقة الصحيحة لم نعلم في الجامعات حتى ليس في المدارس حتى في الجامعات لم نعلم لم ندرب على التفكير النقدي على مسائلة كل شيء على كذا لم نعلم دفعنا ضريبة رهيبة حين قادنا حفنة إلى المصلحيين النهزين المجرمين قتلت ليس البشر قتلت البشرية قتلت الإنسان من حيث هو إنسان أعتقد هذا أيها الإخوة يفتح لنا طاقة لكي نفهم تبرير الله تسويغ الله تبارك وتعالى لاستخلافه آدم في الأرض مع أن الملائكة موجودة وتصبح بحمد الله وتقدس قال لهم لا الحكاية ليس تسبيع وتقديس هذا الدرس البريغ على فكرة رقم واحد لأمة محمد التي أكثر أمة تحدث عن ماذا؟ عن الدين 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 أكثر شيء صح؟ أكثر أمة تتحدث عن الدين وتحاول أن تبرر كل مواقفها أو أفعال أو أفعال أو أفعال بالدين آه هذه الأمة يجب أن تفهم قبل غيرها لأنها أمة القرآن أمة سورة البقرة أمة قصة آدم في سورة البقرة بالذات آه أنه ليس المهم في القضية ليس المهم في قضية أن تكون خليفة في الأرض شاهد على نفسك شاهد على التاريخ البشري شاهد على الواقع الإنساني أن تكون مسبحا ومقدسا الملائكة تفعل هذا أحسن منك القضية أن تكون ماذا؟ عالما بالأسماء هذه خطبة اليوم يعني عالم بماذا؟ ما هي الأسماء؟ معظم الأسماء أسماء مفهومات أن تكون عالما بالأسماء وعلم آدم الأسماء كلها وعلم الصحيح وعلم آدم الأسماء كلها هذا هو الشرط هذا المسوّغ الأكبر لاستخلافنا لذلك من أحب أن يدّعي أنه أولى بهذا العنوان وهذا الشرف الباذخ العالي الماجد أن يكون خليفة لله في عالمه في كونه في أرضه يجب أن يكون أكثر ماذا؟ وعيا وعلما ويقضى كل هذا لا قيمة له بغير الحس النقدي العلم ليس مجرد تجميع معلومات مهم جدا تجميع المعلومات ليس مجرد أن تعرف أيضا أن تسلّط أضواء هادية نافذة غائر على ماذا؟ على ما تعرف لكي تميّز والتمييز يبدأ مفهوميا أقول قولي هذا واستغفر الله ما لي ولكم فاستغفروا الحمد لله الحمد لله الذي يقبر التوبة عن عبادي ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا عمروا الصالحات ويزيدهم من طبه والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علماً وفقهاً ورشداً برحمتك يا أرحم الراحمين اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت لا تدع لنا في هذا اليوم الكريم ذنبًا إلا غفرته ولا همّا إلا فرجته ولا كربًا إلا نفسته ولا ميتًا إلا رحمته ولا مريضًا إلا شفيته ولا غائباً إلا رددت ولا أسيراً إلا أطلقته ولا مدينة إلا قضيت عنه دينه برحمتك يا أرحم الراحمين اغفر لنا ولوالدينا ارحمهم كما ربنا صغاراً اجزهم بالإحسان إحساناً وبالسيئات مغفرة ورضواناً واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك ساميع قريب مجيء الدعوات عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القرباء وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعيظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين إن للمتقين مفازا حدائق وأعنذا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغطوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر اللهم أكبر